بدأت دعيتة دول في العالم تستخدم خطول الامتار الاصناعية كواحدة من الاسليب المهمة لتخفيف اسمات المياه منذ خمسينات القرن الماضي اما في سوى انتنوات الاخيرة فقد بدأت بعض دول مثل الاردن التي تعتبر الثاني افقر دولة بالمياه في العالم بدأت باستخدام تكنولوجيا الحديثة لخطول الامتار الاصناعية مزيد من تفاصيل في تقرير التالي احدى التكنولوجيات التقليدية لهطول الامتار الاصناعية هي اطلاق الثلج الجاف او يوديد الفضة الى السحب في وقت مناسب حسب الصفات الفيزيائية للغيوم المختلفة اما هطول الامتار الاصناعية بتكنولوجيا التأيون فهو عبارة عن تغيير تشكيل الجزئات المياه في الغيوم بالايونات السالبة تم اطلاق الايونات السالبة من محط الاطلاق على الارد الى الغيوم من زيادة ردوبة في الهواء والتقوي عمليات تقسيف لجوزئيات المياه مما يجعلها تقبر تدريجيا وفي النهاية المطاف تتشكل الامتار مع تزايد دواز جوزئيات المياه من اجل زيادة كمية المياه الحزبة فوق قصة الارض اجدير بالذكر انه يمكن تجنب التأثيرات السلبية بسبب المواد الكيميائية في عملية هطول الامطار الاصناعية التقليدية بتكنولوجيا التأيون ويعتبر الاردن ثاني افقر دولة بالمياه في العالم والمشكلة اصبحت اشد مع جفاف نهر الاردن وانخفاض كمية هطول الامطار السنوية وخاصة بعد دخول قرابة مليون واربعمائة الف لاجئ سوري الى الاردن في السنوات الاخيرة ونظرا لذلك ادخل الاردن تكنولوجيا التأيون لهطول الامطار الاصناعية لاول مرة في منطقة الشرق الاوسط وذلك في عام 2016 مع تأسيس اربعة محطات اطلاق خارج المدن امتدت هذه المحطات الاربع من الهدود الاردنية السورية في شمال لمنطقة ماتبا في وسط البلد وبلات منطقة الدهقتية قرابة 15 الف كلمتر مربع تقى جميع تلك المحطات على الجبال تستابع الحواء مع رضوبة من البحر الابيد المتوسط وتحميل الكهرباء على صفة مناسبة لتأيون بفضل مواقع الجهرافية لجبال